الأهل خون الشياطين وكنا نتأكد أن الشياطين مصفضة في رمضان لكن واضح أن الشياطين الملاعب لم تصفض في هذا الشهر الكريم ما اضطر إدارة النادي الأهل بالإضافة إلى الشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى إرسال خطاب للاتحاد الأفريقي صباح اليوم أرسلت إدارة النادي صباح اليوم خطابا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص مباراة العودة بين الأهل والرجاء المغربي في دور التمانية المحدد لها الجمعة في مركب محمد الخامس جاء في خطاب الآلي تأكيد النادي على العلاقة المتميزة التي تربطه بنادي الرجاء المغربي وجماهيره المحبة لكرة القدم وأن مباراة الزهاب بين الفريقين التي أقيمت بالقاهرة مساء السبت الماضي جرت في أجواء طيبة للغاية وكان هناك ترحيب وتقدير كامل لفريق الرجاء الشقيق أضف الأهل في خطابها أنه تلاحظ خلال الساعات الماضية أن هناك أطرافا أخرى لا تعنيها علاقة الترابط بين الأهل والرجاء ولا الضوابط الرياضية ولا السلامة ولا خروج المباراة بالشكل اللائق وتحاول هذه الأطراف من خلال بعض وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بث الشحن الزائد حول كل العوامل المحيطة بالمباراة والتأثير على ردة فعل الجماهير والحكام وسلامة الفريقين وأشار الأهل إلى أنه يثق تماما في إدارة ناد الرجاء التي يحترمها ويقدرها وفي وعي الجماهير المغربية الشقيقة طلب الأهل من الكاف الاهتمام بالمباراة وبكل المعطيات حولها بما يتفق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ويؤمن سلامة الفريقين ويحقق العدالة التحكمية وأن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالفريقين وتاريخهما في القارة الإفريقية وأكد الأهل في خطابه للاتحاد الإفريقي أن مثل هذه المباراة التي تقام بين الأندية الكبيرة تكون بمثابة عنوان للكرة الأفريقية وتعبيرا عن المستوى الفني والتنظيمي والتحكيمي وتمنى الأهل أن تخرج المباراة في أحسن صورة وتعبر عن العلاقة الوطيدة التي تربطه بشقيقه ناد الرجاء المغربي الشقيق من حق كل طرف بين العبد أن يترجم وقاع وحداث المباراة وصفرات الحكم من وجهة نظره ولكن عندما نتصدى للحقائق يما ما فيش غير الحقائق تذكر وتذكر مدعومة بالصورة وبالأراء القانونية والقانون بيقول إيه وحنثبت لحضراتكم أن كل الإدعاءات التي حاول ترويجها أولئك الذين أنفخون في الرمادي وفي النار لصنع الفتن أنها مجرد إفك وتدليس سيد إبراهيم هو إفك وتدليس ينهى عنه ديننا وعيدين الرأي الديني في هذا الأمر هو إفك وتدليس على القانون والقانون ينظم مواجهة مثل هذه الوسائل مجتمعنا الدور المجتمعي والمسؤولين عن الرياضة نحن نتمنى نسمع رأي لمعالي الوزير وزير الشباب الياريت نقدر نتواصل معاه النهاردة يقول لنا تم التواصل فعلا مع الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة واعتذر عن التداخل نحاول تاني لا لازم يقول لنا كيف نواجه هذه الأزمات قبل أن تتفاقب ما هو الدور الذي ينبغي أن يقوم به رعاة الرياضة في مقاومة هذا الفساد الثقافي الرئيب اللي بيخلط بين المصالح الضيقة وسلامة العلاقات بين الشعوب وأبناء الوطن الواحد المسألة كبيرة مش صغيرة لأن احنا شفناها داخليا أصفرت عن إيه هل ننتظر ماذا ننتظر وإحنا عملين نقول لكل فرقة تيجي تلعب في مصر مع النادي الأهلي أنه قد تم ظلمها وتم وتم وينسب إلى مؤسسات ليه علاقة بالنادي لأنها قالت أمور لم تحدث يعني زي المواقع اللي حضرتك اشارت ويسر أنت فتكرت ده أبا شواندس لأن الحقيقة المسألة مش جديدة والكرسل والمصيبة السودة اللي حصلت في بورسعيد كانت نتاج مثل هذه الأفعال المغرضة والداعمة جدا لإصارة هذه الفتن قبل الأهلي والمصر في بورسعيد تلكم الأهلي والمحلة في المحلة وكانت اللي حصل في بورسعيد كان هيحصل في المحلة وأيضا بنفس النفخ وبنفس الأداء ومن نفس الأشخاص راح الأهلي يلعب في تونس في 2018 سبقوا بهذه الأكاذيب والحملة اللي كل الهدف منها وخطبات مزورة وحنشبتلوه ماذا الكلام هنفكركم بالبرنامج اللي حصل في الإزاعة التونسية وقت مباراة الأهلي والترجي تلقوا خطاب من القاهرة انتم متخيلين أنه يتبعت لإزاعة تونسية جواب من القاهرة قال إيه الشركة الرعية للنادي الأهلي وهي شركة وطنية محترمة قدمت خطاب بقيمة رشوة للحكم علشان الأهلي يكسب البطولة وذا ما تتزوير هذا الخطاب خطاب مزور يروح للأشقاء يولع في النار ومحدش تحاسب شكرا